في مباراة النادي الاهلي ضد فريق الدفاع الحسن الجديدي اعتقد مضبوط في سنة 2014 النادي الاهلي كان كسبان هنا في مصر 1-0 واتغلبنا او كنا مغلوبين هناك 2-0 وكان الكابتن محمد يوسف هو المدير الفني للنادي الاهلي في ذلك الوقت وكان كابتن شيخة بن شيخة عبد الحق بن شيخة هو مدرب الدفاع الحسن الجديدي وحضرتك احمد رؤوف لما جابت جنف ديها الأخيرة وخدت سبرينت يعني ما عملتوش وانت بتلعب او بص انا هقولك على حاجة عبد الحق بن شيخة قابل نادي الاهلي هو يمكن هو في المقابلة دي مقابلة كان الدفاع الحسن الجديدي معنا ودف كانت 2014 وكانت في الكنفدرالية اللي يتأهل يخش دور المجموعات بس الحمد لله احنا اتأهلنا من خلال المبرادة بالهدف اللي انت قلته والسبرينت ده برا ودخلنا دور المجموعات وبعد كده جريده لو تفتكر كمل بطولة لكن تعالى نسترجع عبد الحق بن شيخة عبد الحق بن شيخة من المدربين الاكفاء جدا في قارة افريقيا مدرب جزائري عنده 59 او 60 سنة عبد الحق بن شيخة درب في تونس والجزائر والمغرب ودي حاجة تدي له كريدت انه هو عنده خبرة بالبطولات الافريقية مسك في تونس مسك الافريقى التونسي مسك في المغرب الدفاع الحسن الجديدي والرجاء درب في فاق سطيف في الجزائر ومسك منتخب الجزائر تحت 3 20 سنة فعنده بعض كبير جدا وفي حاجة كمان لازم ناخد بالنا منها ولازم كولر اكيد طبعا لما دارس وعنده طائم التحليل بتاعه ان عبد الحق بن شيخة هو اخر مدرب فاز مع نهض البركان الموسم الماضي بالكونفدرالية يعني هو فاز مع نهض البركان بالكونفدرالية ثم لعب مع الوداد اللي هو كان بطل ابطال وقدر يفوز على الوداد واخد بطولة السوبر من الوداد فدي حاجة تخلينا ان النهاردة الموقف بعد ما ترك عبد الحق بن شيخة نهض البركان راح مسك اتحاد العاصمة ومسكه في وسط الموسم وقدر انه يوصل به للنهائي وقدر يكسب جانج افريكانز التنزاني ووصل وخد البطولة فاحنا ان شاء الله مش عايزين نتكرر يوم الجمعة نفس الموقف انه يفوز على بطل ابطال زي ما حصل مع الوداد ان شاء الله يبقى كولر موفق هو العيبة لكن عبد الحق بن شيخة من المدربين الحمسيين جدا واللي بيضخ جو تحدي وحماس في لعيبته وواضح من تصراحاته لو انت تابعت لتصراحاته هتلاقيها فيها نوع من يعني انه بيستسير لعيبته بشكل قوجد لكن ان شاء الله يعني انا متفائل لتحدي العاصمة يعني لو تناولناه كده بشكل سريع استغنى عن اربع لعيبة والاربع لعيبة دور في اتنين راحوا الدور السويسري واثنين تانيين فيهم واحد راح شباب بلزداد واحد تاني راح الدور الامراضي يعني انا قصدي ان هم استغنوا عن اربع لعيبة ودي حاجة سجابين اتناشر تعريبا وفي نفس الوقت بيمتلكوا برضو لعب مدافع مميز جدا اللي هو زين الدين بالعيد زين الدين بالعيد ده من المدافعين المميزين جدا بيلعب مساك وبيلعب منتخب الجزائر الاول لعيب كورته عالية وبيختارك وبيزيد بيعمل زيادات عددية وورا المدافعين وورا وسط الملعب قصدي فان شاء الله يعني انا شايف ان نقدر يعني النادي الاهلي بتاريخه وبحجمه باللعيبة وبالامكانات الموجودة وبالتعاقدات اللي اتعملت اعتقد ان كولر يقدر ان شاء الله يضيف بطولة جديدة لسجل بطولاته وللنادي الاهلي كمان